وسط جلسات ليلية وأخرى نهارية متقطع يناقش البرلمان الحالي في العراق قوانين الموازنة المالية العامة والتي احتوت على فقرات قال مراقبون إن تداعيات تمريرها ستكون كارثية حسب وصفهم ومنها المادة الثاني والأربعون المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على الوقود والسفر وبطاقات شحن الهواتف النقال الشعر العراقي ساده جدل وقلق بسبب الأنباء من حجم الضرائب التي حوتها الموازنة التي يسعى البرلمان لسد العنز فيها من جيوب العراقيين قسرا وما تظاهرات موظفي شركات المصافي النفطية إلا دليل على خطورة فرض الضرائب ورسوم على الوقود ورفع قيمة سعر برميل النفط المباع إلى المصافي وما سينتج عنه من تقليل إرادات شركات المصافي والتوزيع والتي ستؤدي بطبيعة الحال إلى تحول جملة من الشركات والمؤسسات إلى شركات خاسرة والتسبب بانهيار في عدة قطاعات منها الكهرباء ليكون المواطن العراقي بين خيار انهيار الخدمات وغيابها أو الرضوء كرها لأسعار وصفها مراقبون بأنها ستكون جنونية اقتصاديون شاروا إلى وجود حلول جدية وواقعية تجاهلتها الحكومة كان من الممكن تعظيم إرادات الدولة عبرها بدلا من الحلول الترقعية التي اعتمدتها مشددين على أهمية ترشيد أنفاق الأموال والحد من عمليات تهريب العملة ودعم القطاع الخاص وفتح فرص الاستثمار فضلا عن تقليل رواتب الرئاسات الثلاث التي تضاعفت ثلاث مرات ضمن الموازنة الحالية مراقبون وناشطون أكدوا أن الكتلة السياسية بهبت لأكثر الخيارات يسرا لها ويفرض الضرائب والرسوم والتي تمثل بابا جديدا من أبواب الفساد المالي والإداري عبر موازنة ستحكم المواطن العراقي لمدة ثلاث سنوات من دون أي ضمانات بتحسين الخدمات والقطاعات في البلاد